السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشترك باش مهندس اللي عملينا ايه يا رب يكونوا بخير. معكم مهندس محمود ابراهيم. النهار ده بيزن اله بتنشتعل مع عبادة المحاضرة الخامسة من الكورس اللي هو نزمة المية المسلجة المسلجة او المحاضرة اللي فات شارعها فيها الدكتاط واللي عارفنا على ايه هي انواع الدكتاط سواء كانت او سيركيولر. وعارفنا المواد اللي بتصنع منها الدكتاط تعمل اللي بدك تبتهى كل الكلام داشة احنا مع بعضة بالتفاصيل المحاضرة اللي فاتت. وانا المحاضرة الجاية على محاضرة النهاردة هتكون اخر محاضرة بس محاضرة النهاردة تعتبر من اهم المحاضرات هي والمحاضرة الجاية. ليه? لانا مش هشرحك لك محاضرة واحدة انا هقسمها لمحاضرتين. هي يعني هقسم محاضرة ديت على جزئين. جزئين من النهاردة في الفيديو ده وجزء التاني هتنزل بإذن الله خلال يومين او تابع كتير قوي كمان. ممكن يكون قبل كده كمان بإذن الله. طيب ليه انا هستمتع لفيديوين? بحيث ان اقدر اعطيك اكبر قدر من المعلومات وفي نفس الوقت يتقدر تستعب معي الكلام اللي انا بقول. لانها محاضرة اهم محاضرة في جزء التصميم كله. يعني اتطيق اهم محاضرة في جزء التكيف المركز كله بمعنى الكلمة. لو تفتكر كده اخر اول محاضرة جاعة فيها كان قولنا اللي تشايفك سيستم عندي نوعين. اللي هو دي اكس سيستم او تانية حاجة اسمه سيستم يبقى دي اكس سيستم ويومين. قلنا دي اكس سيستم داشتر احنا بالتفصيل اللي هو التكهيف المنفصل اللي هو سواء كون الباكتش او الباكتش ده قلنا عندي منه نوعين. يا اما الويندو يا اما السنتر الباكتش. قلنا عندي برضو اللي هو السنتر ده عبارة عن ايه? زي 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 تكيفات المنفصلة اللي بتقول من احدتين سواء احدة خارجية او واحدة داخلية. كل داشة راحنا مع بعض بالتفصيل. موضوع محضرتنا النهارتة اللي هو عن كله عن كله من البداية للنهاية. طيب او جاب لك انا في الاول كده مقارنة ما بين او عنواع التكييف المركزي اللي هما او مقارنة ما بينهم كده عالسرية عشان تفهم ايه? امتى نستخدم ده? وامتى نستخدم ده? او داي اكس سيستم او داي ري تكسب انشان سيستم عبارة عن ايه? او بيه? او مميزاته ايه وعيه بايه? مميزاته ان تكلفة الشراء او تكلفة البداية بتاعته بيكون منخفضة. على عكس اللي شيلد ووتر سيستم ويكون تكلفة البداية بتاعته ايه? بيكون عالية جدا كمان. لما تجد اشتري جهاز تكليف منفصلة. هتلاقي سعره رخيص بالنسبة لمن? بالنسبة لشيلد ووتر سيستم. قالك ديت ايه? ديت ايه? قالك لهاي رانينج كوست. لدي تكلفة التشغيل بتاعته بيكون عالية. بيستهلي الكهرباء كتير جدا طبعا ما بيستهلي الكهرباء كتير فطبعا هتلاقي لفاتورة الكهرباء الجاية عالية فديت عيب في اما هنا قال لك طبعا هنا بيوفر لك في الكهرباء طبعا بيوفر لك في الفلوس. يعني هنا في تكلفة الشراء او تكلفة البداية بتاعته هنا غالية هنا رخيصة اما ديت ديت هنا عيب وديت هنا ميز اما ديت هنا ميزة وديت هنا ايه? وديت هنا ايه? ايه. التالتة بقى قالك هنا ايزي فورمينتناس. قالك السينة بتاعته بيكون سالة اما هنا قالك منك السينة بتاعتمالها معقدة. طبعا الكلام هنا شرح بالعربي. انت لو قريت الكلام صدقني هتفهم مليون في المية. طيب قالك نزام دي ايكس سيستم او اللي هو ده النزام او دا عبارة عن ايه? قالك انا ببرد الهاوى عن طريق الفريون مباشرة. ما بستعديش ما بستخدمش هنا وسيط تبريد. يبقى الهاوى اللي جاي بمرره على ملف الفريون او ملفات الفريون فبيحصل عملية تبريد الهاوى على طноз مباشرة من يستخدام وسيط تبريد. قالك اسيستم قالك لألي لا اننا اسستخدم وسيط تبريد بسامift بتسمي ايه? بس لو سيط التبريد اللي ها Lei استخدمه بيكون ايه? بيكون متنعة مبرضة. مبرضة عن تريق الفريون وبعد كده برة ده ايه الهواء. ده اللي انا باستضمه في تانية حاجة قال لك في الاماكن اللي هي تقال لها يحمل حرارة صغير. يعني مسلا نحمل حراري خمسين تن سبعين تن ميت تن مش هكمل كمان اكد كلها ممكن نستخدم لقية. اما بقى لو دلت التن التبريد بتاع قسل لخمسمية او عدل خمسمائة تن التبريدي قال لك لأ انا استحلت طبعا انا هماشي ده قوله بالدي بالدي اكسس بالدي اكسس ستم قال والشيلد ووتر ستم استضمه في الحملة الحراري الكبير. قال لك نزام تكاليف التركيب والتشغيل لهو صغيرة بالمقارنة مع تكاليف التركيب والتشغيل بالنسبة لمية بالنسبة للشيلد ووتر ستم. تمام? طيب نزام للشيلد ووتر ده عبارة عن ايه؟ او العملة للأمور اللي بتردد بتاعك اعبار على كين سنة. قال لك عبارة عن عمر يبتطعت حوالي تلاتين سنة. اما بالنسبة للدي اكسس ستم ممكن تحتاج ان اتغيروا بعد فترة وجهسة جدا وبعد فترة ولايالة جدا كمان. كمان? قال لك تكلفة التشغيل لنزام قال لك منخفضة طبعا احكلمنا عنها هنا قال لك هنا هاي تكلفة التشغيل بالنسبة اقل من تكلفة التشغيل بالنسبة بالنسبة طبعا انت اقول له كلام بالعربي هتقروا واحدة واحدة كده هتفهمه الدنيا ماشي ازاي. بالنسبة لشكل الجمالي للمبنى انت كده لما تجي استخدم باقي استخدم بعد في صورات كده تددي وجهة جميلة كده المبنى. على عكس الواحدة الداخلات لها جوه اقتلال كده في الحيطة وبطيعة والواحدة الخارجية لها منشوه شكل مبنى من الخارج. قال لك تستخدم وحدات خارجية تشوه شكل الجمال اللي هي الواحدة الخارجية اللي بتكون بها من الكونبريسر والكوندسر والاكسبانش نفعل في الكلام ده كله. قال لك نزام ديكس سيلم تهي عبارة عن ايه? سهل انت اجراء اعمال السيونة لها. اما نزام معقد في اعمال السيونة واحتاج لك وده خاصصيا مليون في المية انت مش هتجيب طبعا الفن بتاع ديكس زي الفن بتاع طبعا بيكون لازم نكون نفهم كل عملية وكل جزئية من جهاز سواء بأن الخاصة بالتشيلر او الفان كوليونت او فاهم العملية دايرة زي. تمام? طبعا دي كده رسمة بتوضح لك الدكيف المركزي اللي هي نزام المية مسلجة الخاصة بالاستوضام اللي تشيلر. طبعا ده الدار ديت هشرحها تاني بس بالتفصيل. يعني هشرح دارة النزام المية مسلجة بالتفصيل تحت. طيب بصوا بقى كده قلبت في كل زون او في كل سبيس او كل حيز اللي هي مسلا الغرفة او القاع داخل المبنى بتاعي بالمشاورية يتم وضع ملف تبريد بيمر بياه مياه مبردة تعمل على الزيلة الحراري من الزون باستوضام حاجة فيه. بصوا الكلام ده كله انا هشرحه هنا في في الرسم ده. ديت. الرسم ديت كل الكلام اللي فقط هشرحه هنا بالتفصيل. بس انا عايزك تاخد ايه? نبزة بس مختصر عنها. تاخد بس نبزة مختصرة عنها. طيب. كل الكلام ده ارادتك كده مع نفسك انا كده كده هشرحه تاني. قال لك ايه نخش على مكونات النزام او مكونات اللي تشاهدك اللي تشيل دوتر اسيزت. السيستم كومنة تتعبار عن ايه? او النزام تعدى. او حاجة اللي هو النزام بتكي في المرقز يقوله من البداية للنهاية. قلك اول جزاية بتقوم منها تانية حاجة قلك اللي يعمل مضخات. عندك حاجة اسمها طبعا كل الكلام ده هنفهم مع بعض في اكتر. هو اللي هيوضع كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. تاردة حاجة اسمها اللي هي الوحدات التبريد او قديزة التبريد بتاعت اللي زي او يعني كول يونت ايه كولينغ طاور ده تستخدمه لو انت عندك انا عندنا عامة من اعيي اما كولينغ طاور في حالة لو انت شغال وطبعا يقول بيكل ايه يبقى كولينغ طاور بامبت يبقى حاجة اسمها طبعا داخل طبعا الداخلات غير الدفيزارات غير الجريلاة كل كل الكلام اللي احنا شغلين بيه بالتفصيل. تمام? اللي قال لك ايه? قال لك يتم تصنيف تبقى لطريق التبريد المكسف. انا عندي نوع من النقاس يا اما. ببارد مكسف تبطرق تاني. اما اليمة بيستخدم المياه بيستخدم موتر. يما بيستخدم الهواء بيستخدم كل ده نفهم معواد التفصيل في الرسم اللي انا وردها لكم من شوية. طيب. بصلنا في الاشتراك دي التبقى لنوع تاني. هل نتيجد لنوع اللي عندي ده نوع ايه? قال لك انا عندي الانواع كتيرة اشهرهم اللي هو وحاجة اسمها قال لك في نوع خاص من الشهر يسمى ايه? يسمى طبعا ده مش مجالنا خالص دلوقتي يعني مش هتطردله كتير. اشهر انواع بتاقي نتكوة بتاعه هو طبعا ايام المنقرنة بين الاربع اجزاء دول دلوقتي. ايام المنقرنة بين الاربع اجزاء. طبعا ده الشركات اللي هي مصنعة للتشيلرات بتاعك اللي هي تارب هايورك تريني تريني. دي كان هتاشي كل دي شركات مصنعة مين? مصنعة للتشيلر. طيب. دي كده كده اجيب لك مقرنة ما بيهم. الووتر والاير قلتشيلر. قال لك الووتر قلتشيلر ده عبارة عن ايه? او امتى بيستخدمه? قال لك يتم تبريد المكسف. انا بستخدم ببرد المكسف عن طريقين يما بالمياه يما بالهواء. لو انا همعرضه بالمياه يقول لك يتم تبريد المكسف عن طريق المياه باستخدام ايه? باستخدام بورج التبريد. باستخدام بورج التبريد. النوع ده قلت ممكن تستخدم لها خمسمة تن تبريدي الف تن تبريدي زي منعي. زي منعي بس لازم نكون نتوفر لي مصدر مياه. لازم نكون متوفر مين? مصدر ايه? مصدر مياه. قال لك ده حجم صغير بالنسبة لمن? بالنسبة لديك. لانت بالنسبة للايه? هنفهمه دلوقتي بالتفصيل ليه? قال لك انه يمكن وضعه في اي مكان مع توفير مصدر مياه. بحط في اي مكان بس لازم لكل مكان انت هتحط فيه متوفر فيه مصدر مياه. تستخدم طاقة الكافية طوالة سعره مرتفع سيانته ايه? معكة. بالنسبة للايه? قال لك يتم تبريد المكسف عن طريق اللي هو بيستخدم ايه? مروح. هتلاحز ان هو حاج مكبر ليه? قال لك بسبب مروح. انت مش هنا بتستخدم يعني مروحة واحدة. لا انت هنا بيستخدم كزا مروحة على حسب التنية التبريد اللي عندك. قال لك النوع ده ليه متد يعني اقصى حمل التبريد اللي هو خمسونة تنية تبريد. هنا ممكن يتعدل خمسونة تنية تبريد يوصل الى الف تنية تبريد او الف ونسف تنية تبريد كمين. قال لك ان حجم كبير بسبب مراوح هنا ينزل مضع على السطح او في مساحة مفتوحة. لان طبعا انت هتعبرد بتبريد هواء. هلازم يكون ايه? محتاج اكبر كمية حوائق متاحة. انت بتسيبه ايه? في الفراغ. هنا اصارك طبعا الطاقة الكهربية عالية بالنسبة لديها بالنسبة 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 باللووتر. هنا كافاته طبعا منخفض السعر ومنخفض سياناته ايه? بسيطة. نمسك بقى كده انواع التشلار تبقى نعم ايه? ندوع الكمبرسور. اول حاجة ايه را الكلام ده كله? انا عايزك تفهم انه حاجة واحدة بس. قال لك مناسب لاختيار حتى ميتين تن التبريدي. يعني يقام معك من اول بقى كده عشرين لغاية ميتين تن التبريدي. طيب. عيبه ايه? قال لك اللي هم عيبه اللي هو بيسبب دوضاع يعني بيعمل اسعاق بيسبب اختزاز قال لك قال لك يحتاج سيانة على مستوى عالي كدا كمان يحتاج سيانة على طول ايه? بسكمراء. ده بالنسبة لمن? ده بالنسبة لريس بروكيتنج شيلر. اما بالنسبة للروتري او ده من او مناسب برضو من عشرين لغاية تنتين تن التبريدي. قال لك. بعدها برضو من عشرين لغاية متين تن 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 تبريدي. ايه اللي ميز ده عنده? قال لك بص كده قال لك آآ المميزات بتاعته هنا. اه في الابل انك بس ده كده من تداخل من اول عشرين لغاية بتين تن تن تبريدي. بص هنا كده. قال لك هنا 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 الحجم بتاعه صغير والوزن بتاعه خفيف. على عكس اللي فيه طبعا. قال لك هنا اللي احنا نشرحه مع و ده التفصيل. بس هنا قال لك ايه? قال لك الكافية بتاعته اعلى من مين? اعلى من طبعا دي السور موضحة لكل نوع. دي السور موضحة لكل نوع. بالنسبة بابا اللي انا عايزك تعرفه ولي هو متاح من اول تسعين لغاية الف تن تبريدي. من اول تسعين لغاية كمي? لغاية الف تن تبريدي. تمام? قال لك التكلفة بتاعته اقل من تكلفة او من عشر او خمستاشر في المية. من عشر او خمستاشر في المية. تمام? تقولوا الكلام ده كلام بسيط وسهل ماشي فيه اي مشكلة خالص. انا هدف بس اقول لك امتى تستخدم ده? وامتى تستخدم ده. الشيطة بقى يعتبر ايه ابسط انواع فيهم. اسهل انواع فيهم. اقول لك ايه? فيو بارتس اللي هي التركيب او الهايكل بتاعه بسيط. اجزاء قليلة. فيو بارتس. الاجزاء متأكلة. قليلة برضو. المدى الحياة بتاعه ايه? طويل جدا كمان. ده طبعا ده كلام ايروب التفصيل يعني كلام سهل. بسيط ما فيش فيها اي مشكلة خالص. لو وجد اي حد يفكر في مشكلة يكتب بس في الكومنت تحت جوسية دي مسلا جزا عزق باشواند استشاحها على تراية مسلا ايه? بتفصيل شوية هقدر اعمال لكم فيديو اللي هي مخصوص. طيب نخش بقى كده في المكونات اللي هي رسمة اللي انا كنت اكلمتوك عليها من شوية. طبعا اي داجر التبريد خلقها ربنا. سواء مهما ما اي داجر انت بتشوف قدامك كده بقى تلاجات. صوت تلاجات بقى الصناعية الحاجات دي كلها مكونات من اربع حاجات اساسية غير الحاجات اللي انت بتدفع. بتكوان من ايه? قالك اي داير التبريد او الداير الاساسية للشيلر عوال عن وكونديمسر وفابوريتور اكسبان شنف الف. ده المكونات الاساسية لأي داير التبريد. انا زودت عنها ايه? عشان تبقى تشيل الاربعة مش مش اي دارة تبريده خلص زيادة اللي موجودة في البيوت قال لها نزبط عن ايه باور بانا كنترول زيونت اند ووتر بوكس تلات حاجات زودتهم على دائرة المقونات الاساسية لدائرة التبريد بقى كونينا حاجة اسمها ايه كونينا حاجة اسمها اتشيلر طيب تبدأ كل وصفته او دائرة دي بتدور الزي اول حاجة كده نمسك الاربعة مقونات الاساسية ساعات بسمها او او دولة لاربعة مقونات اساسية لاي دارة التبريد طيب لو انا هستخدم نمسك الاول كده لو انا هستخدم لو انا هستخدم لو انا نو short اللي بتاعي عبرت على الكوندينسر عند باستخدام ايه باستخدام مياه فطالة ما احبرت باستخدام مياه فلازم نكون عندي مصدر مياه مصدر مياه هنا بسميها ايه باسميها ما الذي هو عبوها في مياه تمام بتجدد دائما باستمرار او كل فترة لازمة يجدد denتعاية باستمرار كل فترة لازمة تكون مياه ممarken عشان ما يحصيش تأكل الموسير اللي عندي ما يحصيش تأكل الموسير اللي عندي لكن بتأكل كده او برج التبريد اللي عندي باخد هنا كده كده بموسير تorticベارية سابلايا باخده هنا كده موسير موسير وتمر من خلالها المياه فيحصل تباط الحرارى ما بين المياه اللي ماشي في الموسير الجامل والي znajduBear وما بين اللي مشية اللي في دايرة التبريد اللي يا المغلقة ديت اللي إنها بنقابل الحرارة داخل هنا. فبيحصل عملية ايه بيحصل عملية تقسيف للفريون اللي خارج من في حوله من الحالات الجهازية الى الحالات السائلة بحيث اللي انا عم اقدر اعمل له او خلني في طبعا ماي بتخرج من المتانية ايه? ما هي سخنة. ما هي بتخرج من المتانية مية سخنة. فمرة مرة 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 هتلاحظ ان المية ايه? سخلت منك فانت لازم انت عمل لها تغيير كل مرة بحيس انك دفتوم التحرارة عندك ايه? مختلف يحصل تبادل حرارة. ولا مية سخنة? والهوة هي ناس اخن? فاستحالت طبعا عملت ايه? تبريد. تمام? وصلت تاني. تاني الجزئية دي. طبعا ده بورج تبريد. ده بورج تبريد. ووظفته ان انا بيستخدمه بحيس يحصل تبادل حرارة داخل مبين المية اللي جاء من اللي ماشي في الموسير وما بين الفريون اللي ماشي داخل الموسير اللي هي جاء من الكوندنسر ماشي في الكوندنسر يحصل تبادل حرارة فاعمل ايه كيو اول. طرد لكمية من الحرارة اللي ماشي في مين? ماشيها في الفابوريت. اخار جديد مالي لما تاني هتخذ على على تاني بس يكون مية ايه? درجة حرارتها اتفعت شوية. هنا حصل بقى تكسيف الفريون بتاعه. من الحالة الغازية الى الحالة السائلة. طبعا بعد موصل للحالة السائلة عملت له اخلا دخل طبعا الفريون دلوت ايه? ماشي في سورة سائل. ماشي في سورة سائل. في نوع تاني او مصدر مياه تاني اللي هو خاص بمين بقى? خاص بالليتشيلر. حاجة اسمها سابلاي. تمام? انا كده في المية اللي هتمشي في الموسير دي كده هيحصل مالها برضو. تبادل حرارة طبعا المية اللي هنا جاي جاي سخنة اللي تتلفت بقى ملفات يونت والفين كولي يونت. فحصل تبادل الحرارة ما بينها ما بين الهواء فترجى لإيه? مياه دافية او مياه سخنة. طبعا المياه السخنة ديت يحصل ما بينها تبادل الحرارة ما بينها ما بين الفريون داخل فهتقلل لدرجة حرارة بتاعة المية هتحاولها اللي مسلا هنا كانت مسلا ايه? اتناشر درجة سليزيزيز. بتخرج لما التانية ست درجة سليززيز او سمى درجة سليززيز. فانا اقللت درجة حارة المية ورفعت درجة حارة الفريون حولته من الحالة السائلة للحال اللي غزية مرة تانية فيخش الكمبريسور رحصل له ضغط داخل الكمبريسور وتلف الدالة تانية من اول وصلت يا رب اكون المعلومة ديت وصلت لكم جدا كمين لان اي ديت دي فكرة العامة للنشارة دي الفكرة العامة للنشارة فكرة كولنج طور وزفته ايه اللي انا بعمل تبريد دي الفريون داخل مين داخل 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 هنا بقى في اللي دمه التانية او المية اللي دمه التانية اللي انا بسخن الفريون يعني هنا بعمل تبريد الفريون هنا بعمل ايه تسخيل الفريون بتاقيه. وصلت يبقى اي دائرة ايه بتكون من ايه بتكون من والكون دينسر والي اكسبنش الفال دة باور بانال والكنترينة زيونة تولد دلت اجزاء الزيادة اللي هما قونين لي حاجة اسمه ايه حاجة اسمه تسمى. قسمت تبعا طبعا ده الشرح اللي فوق ده شرح الكلام اللي فيه. قال لك المية بتخش هنا عند اتناشر درجة وتخرج لما تاني عند ستة درجة غالبا او سبع. يا ستة يا سبعة. بس الانسب دايما والافضل دايما ما بيكون كاين بيكون سبعة. خلينا مسلا ستة هنا زي ما كده زي من البديف ده والكورس ده يشغل كده باستة يعني نشتغلها يا ستة. بس دايما نخليك عارف يا ستة يا سبعة. طيب. قال لك في النوع يوجد دائرة مياه اخرى حيث تدخل المياه الى المكسف اللي تعمل على التبريده اللي يقدر تنقل قصة مين بالكورينج غالبا في بيكون اكثر من داير التبريد وكل الدائرة ممكن ان تحتوي على اكثر من كومبيروسر لزلك يعمل على بارت لغو. تمام? قال لك كل ايه? لا حاجة اسمها مايكرو كمبيوتر كنترول. ده بيعمل ايه? بيقول لك ده بيكون على حاسة بشركة مصنعة. هو معنا عن صوفت وير. جعاز صوفت وير متحكم في التشغيل. بيعطي لك انزار لو حصل العطل او حصل مشكلة في التشغيل. زي ايه مسلا? قال لك مسلا حصل اختفاع في ضغط الفريون او الخبط في ضغط الفريون. الزيب بتاع كمبيوتر قال شوية. حصل نقص او تجمد في المياه. طبعا ده كله عن تركة اسمهاية. اللي بيبتقي الاشورات دي كل حاجة اسمهاية او حساسية. يمكن من خلال الشاشة التحكم حاجة اسمها الكنترول بناء ليبقى وزيفة الكنترول بناء هنا هي. وزيفة هي اللي هي تحديد لك نوع لك. تحديد لك نوع الامر. تمام? يمكن التحكم في درجة حرارة المياه عن درجة حاجة اسمها ايه? السلونايت فال بوا تحكم فيها عن درجة حرارة المياه بتاعتي. اشوفها كان اتحكم فيها ازودها علينها زي ما انا عايز. زي ما انا عايز. طبعا دي كلها آآ صور خاصة باللتشلرات. ده صورة خاصة بالووتر كولدر شيلر ودي صورة خاصة بالاير كولدر شيلر. هتلاحظوا ان الحجم هنا اكبر من الحجم هنا بكتير كمان. بكتير كمان. تمام? تبقى اللي نوع المراوح وعدد المراوح اللي انت مستخدمها في. طيب. الديزاين بتاع بتاع. باستخدم بعمله تزاين ازاي? وبحدد نوع بتاع لأساس ايه? قال لك الديزاين ركوب من تستخدم تتربية التزاين. لازم ان تكون عارف كمية اللي عندك داخل اللي بدنا كلها كام. لازم ان تكون عارف كمية داخل اللي بدنا عندك كلها كام. وليكن مسلا انا طلعت الحمل الحراري طبعا بستخدم برنامج الهاب خمسمائة تن تبريدي. تمام? طلعت التن تبريدي كله بكام بو خمسمائة تن تبريدي. انا عندي هنا في مصر كل واحد تن تبريدي كل واحد تن تبريدي بتساوي اتنين واربع من عشرة جي بي ام. تمام? اتنين واربع من عشرة كام جي بي ام. طيب انا عندي هنا خمسمائة تن تبريدي يبقى هدني كام جي بي ام? ادرب اتنين واربع من عشرة. خمسمائة جي بي ام هديك حلوالي الف وربعمية او او الف وحاجة. كان? او الف وحاجة. الف وحاجة. تمام? دي كمية اللي انت عايزها داخل المبنى كلها. واللي يكن مسلا ايه? الف وربعمائة. واللي يكن كان الف وربعمائة جي بي ام. دي كمية اللي انا محتاجها فين? داخل المبنى بتاقي. داخل المبنى بتاقي. يبقى لان انا محتاج كمية كده عرفت كمية لازمة تكون عامل بتاعتك. وطبعا هنعمل حدا باستخدام بردامك لبيب سايزر. كانوا عنو قبان شوية. حدا اسمها طبعا هتكلم عنده برضو بالتفصيل كمان شوية. ايه هو ايه هو طيب. هنا ده بقى عند كلها كوانين وطبعا حاجات اللي هكوزة الخاصة بالنظرية. طبعا هقول لكم طرق ابسط من دي بكتير. طرق ابسط من ديت بكتير. هنا كده ازاي تعمل بتاعتك? قال لك فيها عند تعوامل لازم تكون سرعة المائة داخل الموسير من اتنين الى عشرة فيل ساكنت والسرعة الانسب لها كام? خمسة فيل ساكنت. قال لك الفقد في الضغط داخل المواصير اللي هو ال بريش اتروب كام بيحصل بداخل المواصير كام بنسبة وكام فيل لكل متفيد عشرة فيل بالنسبة لكل متفيد طبعا عشرة فيل كتير كتير قوي كبير. قال لك الانسب كام? قال لك انصب اربعة فى لكل متفيد لو قلل تعان كده تلات فى تلاتة فيل لكل متفيد طبعا بيكون افضل بس ما بديحصلش يعني الانسب كان اربعة فى لكل مئة فى قال لك نوع لما سنع من هم مواصير طبعا الت Hari ستيل ولا ستيل. طبعا ستيل ده الاكسر واكسر استخداما على حكس على عكس الفايدنج الفايدنج الاشهر العمام مواسير اللي يمنع ايه والبلاد ستيل برضو منتشر برضو في في الفايدنج. لما نجي نشرها بقول ستيل فايدنج هنفهم بالتفاصيل دي وكل الحاجات دي. طيب السمري. السمري دي اللي هم اللي خاص لك الحاجات دي كلها. قال لك السرعة السرعة داخل لمواسير كام? خمسة فيل. قال لك اتبرجي اربعة فيل وكل اللي بميت فيل. ما صنع من طبعا دايرة لازمة تكون مغلقة. دايرة مش مفتوحة دايرة. مغلقة. طيب ازاي احدد اكتر المعصير او اعمل للمعصير بتاعتي? بطمعندي كازة طريقية يما بالفريكشن يما بالفريكشن تابل يما بالبيب سايزر يما بالبيب سايزر يما بالبيب وزار سوف توير. اولا احنا اشتغلنا الفون بهم ايام الكلية مش عايزين نعرفهم تاني. مش عايزين نعرفهم تاني لان بنسبة الخطأ بيكون كبيرة اوي كمان. ناس بتخيلها بيكون كبيرة. لما نيجي نعمل بتاعتنا. سوى بها موسيرة السبلية او موسيرة استخدم برنامج مين? برنامج اسمه زي كده بالزمد. شفت برنامج انت بتحدد منه مع داكتات انا برضو استخدم برنامج برنامج باقدر احدد منه اكتر المواصير. واحدد منه اكتر المواصير. طبعا كل الشرطات وكل اللي قدامك ديت ولا تقرام ولا تفكر فيهم اسنا. ده كده برنامج البيب سايزرها. ده برنامج البيب سايزرها. بدخل لكمية الجي بيم اللي عنك بيروح مطلع لكوتر المصر عبدو. برنامج سهل عبيد كمان. اسهب من برنامج البيب سايزرها. تمام? طبعا ده كل الكلام ده تسيبوكم منه. كل الجدول اللي يتسيبوكم منها. بنمسك باقي كده حاجة اسمها او طبعا بعد ما تحسب الحمل الحراري تطلع كمية التين تبريدو كمية السي في المال اللي عندك. ترسم حاجة اسمها رسمة اللي ايه قوت للشبكة. رسمة اللي ايه او دي ايه اللي هي المواسير بتاعتك انت هتمشيها مواسير بتاعتك فين? هتمشيها من ايها من ايها هتمشيها جوة السفن المصار بتاع عندك ازاي? ولا يقول مسلا ده اللي عندي. خدت منه مصورة مصورة ايه نهاية? جيت قمتوا موزعها على او الارهند اللي عندي. طبعا عندي مبنى متقوم من اربعة دورس اللي هم انتوا شايفين كده. والساكند والسيرد والفورس. تمام? جيتك كده من عند الشر طبعا الشر موجود عندي فين? في السقف. الشر عندي موجود في السقف او في الدور الرابع. تمام? في اخر دور عندي. جيت انتو اخد موزرة ايه? جيت اخدت موزرة انت موزعة عanna كل فنكو الليت موجودة في دور. موجودة في كل دور. طبعا انت عندك نوع موزرتين. مصورة صبلاي ومصورة دي رسمة اللي ايه differentiate اتفيدنا كمان كمان شويا. هتفيدنا جدا كمان كمان شويا. قال لك تتم تحديد الجي بي ام والفريكشن في كل جزء من الشبكة يتم تقدر اكتر موسير. طبعا عرفنا كمية الجي بي ام من كل حيز كام? الجي بي ام اللي انت اللي عطاها فقال لها خمسمائة في اتن واربعة. دي كمية الجي بي ام اللي انا قلت لك مسلا الخاصة بالمبنى كلها. الخاصة بالمبنى كلها ولاسة الحيز او الغرفة الوحدة او الحيز الواحد داخل الدور. داخل الدور. لا. دي كمية الجي بي ام الخاصة بالمبنى ككل ككل وليس كوزء معين. دي يتم تحديد او ضغط الطلبة هنفهم مع بعض دلوقتي. ازاي اعمل او احسب العددية. ان لا تقدر تحسب عن طريق العلاقة دي. زائد الناتج عن زائد الناتج عن او الارهند اللي دي. تمام? فانت هتحسب عن ناتج عن الارهند لكل او الارهند مش الواحدة بس. مش فاللي فان كول واحدة بس او الارهند واحدة بس لأ. ككل كفان كول يونت كلها والارهند كلها. وده هسيب الناتج عن وده هسيب حاجة اسمها انا هسيبهم ازاي? نمس تعال لك دي نمسك واحدة واحدة. قال لك دي طبعا عن ايه? اللي هي تول الموصير لها ديت. من الاول من الاول اللي غايت ابعد انه ابعد فان كول يونت عنها. هده حصل طبعا اكتر اطول المواصير كلها. يعني مسلا تشوف هنا المصورة عندك دي طول هكايم هنا وهنا وهنا في كل دور تجمع اطول المواصير كلها. تمام? زائد ديت الاطوال الناتجة عن الاكواع والفيتنج. لايه مسلا ايه? قال لك الفيتنج قال لك الفاقدة في الضغط من الوصلات والاكواع اللي هي حرف تي هو اي حرف عندك او اي قوة عندك او اي مسلا برانش انت خدته طبعا بيكون اي اما حرف تي اما قوة. تمام? طبعا لازم تحسب حاجات دي كلها بتحسبها عن طريق اكواع بتحسبها عن طريق اكواع او جداول اكواع احنا يفهمها مع بعض لما نيجينا من شغل الدزل ان شاء الله. طيب ايه هي دلتا بي? على ايه اللي ديت? قال لك الفاقدة في الضغط لها. هده حصل الفاقدة في الضغط عندك كام فيت لكل ميت فيه? طبعا نشرح نافو قلنا اربعة فيت لكل ميت فيه. تمام? طيب بالنسبة للشيلر اللي هو البرجل الدروب النتج عن انشار كام? قالك من عشرة لعشرين انت كيمة افتراضية والافضل تطلعها من الكاتالوج. الافضل تطلعها من الكاتالوج او نفرده كام? من عشرة والعشرين تختار النسبة الاوسط ليه. تختار النسبة الاوسط ليه. بالنسبة لفاان كل يونك البرجل الدروب النتج عن الفاان كل يونك كام? انت هتطلعها من الكاتالوج او تفريدها من الاربعة ستة. تفريدها من اربعة لستة. طب بنسبة هتفريدها من ستة لعشرة او لها برضو من الكتالوج. من كايم من الكتالوج. كده انت حسبت لو طول المواصير زيتطول ناتج على زيتطول ناتج على الفافز زيتطول ناتج على الاكواء وهكذا. تمام? بعدين تضربها فاربعة على مية. فاربعة على مية اللي هو حصل. ربعة فيت له كل مية فيه. طيب عندي كلها علاقات يدورة تقروها كل سورة الدنيا السلام جميعا. الدنيا السلام السابق خالص. بس اير واحدة واحدة كده. واحدة واحدة. دينا ما بجيش كده مرة واحدة. السهلة طبعا اطلع من دور الارض دور السادس مرة واحدة. هلاخدها السلمة سلمة. ايه دينا ممكن تكون صعبة شوية لبعض الناس. بس مع الزمن مع الوقت الشوية مع الاستمرار اقولك انك تقرأ مرة واتنين وتلاتة هتفهم ببيني ماشي ازاي. تمام? طيب بالنسبة حاجة اسمها ازاي اعمل اللي موجودة عندي داخل المواسير ديت انا احس ان انا حافظ على كم متر جي بي امي اللي محتاجها كل فان كل ديت انا عندي عندي ايه هما يا ايما احاسمها او ايما هاجاب بالنسبة لomenقمة طبعا الكلام ده كله اللي انا هشرحه هنا كل الكلام ده اللي انا هشرحه دلوقتي شكتن دي لو انا عند كل انت عانت المستخدمة في الادوار بتاعتي مختلفة. مختلفة ازاي طبعا هنا كميتر جي بي مم ام مسلا محتاجها اربعة. هنا مسلا ستة هنا تمانية. يعني انا ارباحاش بيم هنا ستة بيم هنا تابنين بيم فانو هستط哈دة استطبق مسهلا وليكن مسهلا هنا الفان كلين لابي احتكام فان كلين لنونت زيرو زيرو اربعة هنا زيرو سبت هنا زيرو زيرو تمانية تمام مسلا ايه يعني? فنوة الفان 그�ينت المستخدمة هنا غير اللي هنا غير اللي هنا. فالفان كولين باجاتمالها مختلفة. طالما الفان كولينة البداعته مختلفة بيستطبق محقا اسمها ايه?. خارج من كل فان كولينة. فلي هو الصمام لابتزاين. بحيث اللي هو ي trap على كمية اللي هي دخلها دخلها للفان كلين اللي عندي. تمام? هنا برضو نفس الموالحة. هنا برضو نفس الموالحة. طيب انتو مش معحظين اللي انا همستخدم. طبعا ده خط وده خط هنا كده خط وانا خط لاحظوا ان مش ملحظين ان متركب على التبليئ. علق لان الضغط على الريتيرن بيكون اقل من الضغط على الصباية. الضغط على الريتيرن بيكون اقل للضغط على الصباية عشان لا نقدر احافظ على السماء بتاع البلاسينج انا ده احافظ عليه. ده الفكرة كلها بتاعت مين? بتاع طيب بالنسبة دي بس تخدمها لو انا عندي كل اجهزة الفان من نفس النوع. يعني هنا مسلا نفاق كل نوت زرو عشرة. نفاق كل نوت كام زيرو عشرة. هتلاحظوا ان كل الانواع هنا واحدة يعني الكمية الفاق ده في الضغط واحدة. فانا بستخدم اللي هو حاجة اسمها هنا مش هستخدم بقى ايه? زي اللي فوق. هنا مش هستخدم زي اللي فوق. دي الفكرة بقى بين تمام? طبعا دي كده كل دي رسمات يعني متوضح لك الدين دي كلها بتفصيل. المحاضرة الجاي بإذن الله بتجد نشتغل من بعض من اول هنا من اول محاضرة جاية محاضرة مهمة جدا 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 كمينة. تمام? ياريد لو انت مشترك في القناة ما تقساش تعملنا بلايك الفيديو. ولو انت اول مرة تشترك ياريد تشترك في القناة لان في جزء الفترة الجاي بإذن الله الخلاص الخلاص جزء النظر وبتدخش الجزء بالنسان على طول. بحيس ان هو وصل لك كل الفيديو تكون ماشية معنا من اول محاضرة بحيس انك ما تتأخرش تكون فاهمت اني ماشية ازاي? تمام? شكرا ونولي اللقاء في المرات قادمة والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة